أهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر إلكترونيكس طبعا اليوم بدنا نشرح عن الوصلة اللي بتوصلوها بالتليفون لتقدر تحضر فيديو على شاشة السيارة كثير مننا عانا من هذا الموضوع كثير مننا فتش على هيدا الوصلة وملاقيها اليوم نحن جبنا من شركة فانتون هيدا الوصلة اللي بتقدر انت تركبها بالتليفون تشكها بالتليفون وتشكل الارسي اي لثلاث ألوان بالشاشة من وراء بالسيارة وبتقدر بحال انت يعني في سيارات طبعا الشاشة بتعرض بس السيدي ما بتعرض القصص الميديا الموجودة على التليفون لما نجرب نحن نبعت بلوتوث او نشغل ما بتشتغل بعض الناس بعانوا من هيدا المشكلة هيدا الوصلة هي حل هالمشكلة بتحطو الارسي اي بتشكوه بالتليفون وبيمشي الحال وهيك بتحضروا الفيديو يلي على التليفون بتحضروه على شاشة السيارة انتو وماشيين خلينا نتعرف علي اكتر لهيدا الوصلة خليكم معي طبعا خلينا نستعرض هيدا الشريط كيف بيجي او شي هيدا هو الشريط متل ما شايفين هو RCA هيدا الشريط هون بتحطوه بالشاشة السيارة خلينا بس نركز على كم شغلة اول نقطة المصنعية او الصناعة تعيتو كتير هاي كواليتي كتير هاي كواليتي مش شوي خلينا نشوف هون الانحاس لايكون حاسيات كيف بيجو شي كتير مميز اوكي هولي منحطهم ورا بالسيارة منرجع ما يجيب هايدي منحطها بالتليفون اذا احنا بدنا نحضر فيديو بالسيارة ما قلنا غير هيدا الشريط طبعا لبعدين انا هجرب هيدا الشريط كمان ونشوف فعاليته اكتر بس طبعا انتو بتواجهوا مشكلة بموضوع الفيديو الفيديو لما يكون موجود على التليفون حابين تحضروا فيديو خاص موجود على التليفون بتوصلوا هيدا الوصلة بتعطيكم الحل وبيمشي الحل وبيمشي حال الفيديو وطبعا هيدا للناس اللي عم بتعاني كتير من موضوع الوصلة لانه انا شخصيا عم عاني من هيدا الموضوع انه انا بدي وصلي للشاشة اللي عندي الشاشة اللي عندي بس بتعرض الفيديو تعالي السيدي بس لما اجي انا حط التليفون ما بتعرض فيديو التليفون هيدا هو الحل الوحيد لسيارتكن لتعرضوا الفيديو بدون اي اجهزة تانية ولأي استفسار اي شي حابين تسألوه بتحكونا على واتساب ام تموتكم خدمتكم شرف لالي و اهلا و سهلا فيكم اشتركوا في القناة